ياهلا ومرحبا فيكم قصتي اليوم قصة من أغرب الحوادث اللي تصير في العراق حصلت هذه القصة عام 1970 في واحد اسمه لؤي من منطقة في العراق جنوبها اسمها العمارة وبالضبط في محافظة اسمها ميسان يعني جنوب شرق العراق هذه المنطقة وكأنها منطقة صحراوية في السابق وكل أهلها من البدو لؤي من أول من ولد وهو يتيم وعايش مع أمه كانوا جدا فقيرين وما عندهم حتى يعني مصرف أو مأكل أو حتى يعني أحد يعطف عليهم يتصدق حتى كان بيتهم يعني من طين لدرجة أن المطر إذا يعني طاح على سقفهم على طول يغرق البيت كله يعني ناس بالمختصر أضعوف وفقرة لكن مثل ما قلنا الفقر معيب لؤي كبر نشأ نشأة زينة تربية إسلامية أمه تعبت وهي تعلم المبادئ والأخلاق النبيلة لما صار عمره 18 سنة قاعد يشتغل حمالي يحمل أغراض على ظهره من مكان إلى مكان ويأخذ منهم ملاليم أهم شيء أنه ربح بالحلال كان يجي البيت تعبان ومنهك وعلى طول أمه تهمز رجوله وتجيب للأكل وياكل ومن بعدها يرتاح ينام إلى اليوم الثاني يجلس من الصباح الباكر ويروح يحمل وهكذا وفي هذه الأثناء وبينما هو رايح يحمل أغراض إلا يشوف بوك أو يعني باللغة الفصحة عشان اللي ما يعرفون لهجتي محفظة طايحة في الطريق قاموا شالها وراح جنب يعني وقف في نهاية الطريق وفتح هذه المحفظة إلا يتفاجأ بمبلغ 175 دينار عراقي هذا المبلغ في زمن السبعينات يسوى الكثير الكثير فرح كثير لأي أوطار يركض إلى أمه ومعاه المحفظة أخيرا ممكن هذا المبلغ راح يعني جاهم هبة من رب العالمين وراح ينقذهم من هذا الفقر وينتشلهم من حال إلى حال فلما راح اجتمعوا يا أمه وقال لها اسمعي أمه احنا تعبانين ومنهلكين فبالتالي احنا ناس يعني زينين ما عمرنا كسرنا بخاطر أحد ولا عمرنا يعني سوينا غلط الله جزانا وعطانا هذه المحفظة وهذه المحفظة فيها مبلغ كبير من المال ولازم احنا ناخذ هذا المبلغ ونترزق منه ممكن نبني هذا البيت ونصلحه ونسوي فيه أشياء نحلم احنا نسويها في أيامنا العادية وعلى مصادر الرزق هذه القليلة أمه قالت لها من وين شفت المحفظة يا ولدي؟ قال لها المحفظة يما شفتها في الشارع وهذه هبة من رب العالمين قالت لها لا يا ولدي هذه مش هبة من رب العالمين هذا ابتلاء لك واختبار فإذا نجحت فيه بتكون هبة من رب العالمين لكن إذا ما نجحت فيه يا ولدي بتكون أنت مخطي ولأول مرة أنت رح تنتهج الحرام قال لها لا يا يما هذه المحفظة مو حق أحد وشلون بعرف صاحبها وفي سوق عام احنا يعني في منطقة جدا شعبية ناس رايحين ناس جايين قالت لها شوف بما أن هذه المحفظة وقعت واخذتها أنت التقطتها فبالتالي لازم ترجعها لصاحبها هذا المال مال حرام مو مالنا يا ولدي فقام أهو واخذ المحفظة وعلى طول راح إلى الشيخ ما يبيز على الأمة وفعلا الأمة نبهتها وصحتها أنه ما ينتهج نهج حرام راح إلى الشيخ اللي موجود في هذه القرية وقال له عن قصته شلون لقى المحفظة ويبيعطيها لصاحبها قال للشيخ روح في قارعة هذا السوق واخذ الميكروفون ونادي بأعلى صوتك في وسط الميدان أي أحد ضايع له محفظة يجي يدلني بأوصافها وإذا طلعت نفس الأوصاف خلاص حلال زلال عليه هذه المحفظة سوى لقى نفس اللي قال للشيخ وراح في نفس الميدان وقعد ينادي في الناس والعامة اللي عنده شي ضايع يجي يقوله وجاو الناس اللي ضايع من عنده بضاعة اللي ضايع من عنده غرض الكل ما أجمع ولا واحد على محفظة في واحد فقط قال إنه يعني ضايع عليه محفظة لكن ذكر أوصاف المحفظة مختلفة عن المحفظة اللي كانت موجودة عند لؤي هذا أول يوم ثاني يوم برضو كذلك قام ينادي مين اللي عنده شي ضايع يا ترى وقعد يصارخ في الناس ما حد أبدا جاوبه خلاص الناس خلصت مو كلهم يعني ضايع عليهم أغراض في اليوم الثالث راح نفس الشي وفي وسط الميدان قاعد ينادي على العالم الناس زهقت منه قالت له خلاص يا ابن الناس ضايعتنا خلنا نقوم بشغالنا انت عندك شي روح للشيخ تفاهم وياه لو في أحد ضايع من عنده أكيد بيجيك من صراخك صوتك هنا يلعلع أزعجتنا يا أخي فقام هنا احترم رغبتهم لأي وراح للشيخ وقال له شلون الحين المحفظة موجودة وانا تعبت وانا نادي وهذا الحين ثلاثة أيام والناس كلهم خلصوا قال له الشيخ إذن اسمع أخذ هذا المال وانتفع فيه من المحفظة وخل المحفظة عندي عشان إذا أحد يعني ذكر مواصفاتها ضايع من عنده أعطيك خبر عنها لكن المبلغ هذا أي وقت يرجع صاحبة تجيني على طول تجيب لي المبلغ هذا يعني كأنه دين عليه قال له خلاص تم بحكم إنه فقير وبحكم إنه ضعيف قام على طول وقعد يفكر قال طبعا القصة لأمة أمة بما أن هذا الكلام كلام شيخ وكبير ولا ثقلة ووزنة في الحارة قالت خلاص سوي اللي يقول لك الشيخ قال له هاي أمة أنا ما بي أفسفس أو أبدر لفلوس شنو نسوي في هذا المبلغ قالت لا اسمع أنت يا ولدي صغير وتوك على الشقة والتعب وانا أفكر في ظهرك أخافي وصل لك الدسك أو أخافي وصل لك العوار اشتغل في شغلانة خفيفة شوف لك أي مشروع يدر لك مبلغ مالي قاعد يفكر اللي هو له أي شنو يجيب لي هذا المبلغ بحيث أني أسترزق منه ويكون هذا الرزق يعني مش متعب العمل ولا الشغل ولا يخذ مني جهد وفير فهنا استخلص واستنتج أنه خلاص اشتري بهذا المبلغ سيارة يتكس فيها يعني ينقل ناس أو زباين يدخلون السيارة لأي مكان وينتفع فيها وبكذا ما يتعب ولا يشيل أثقال على ظهره عشان يخدم أمه وينفذ طلبها أنها ما تحاتي وفعلا كان هذا لأي مرضي رب العالمين ومرضي أمه ثانيا وكذلك قايم بأمور دينه وما عمره سوى أي غلط أو يعني اعتدى على أي إنسان طوال حياته وفي هذه الأثناء طلع بالسيارة ودى ناس منطقة بعيدة وكان راجع تعبان ومنهك وكان يبي بس يحط راسه على الوسادة وينام وبينما هو كذلك راجع للبيت في الليل والظلام دامس وفي ذاك الوقت ما في أنوار كثيرة شوارع وبينما هو يمشي بالسيارة إلا يوقفونه شخصين وقفوا وقالوا لا الله يخليك توصلنا إلى منطقة بعيدة شوي فهذه المنطقة يعني موجودة في أطراف المدينة ويحتاج لها وقت فقعد يطالعهم قال خلني أسترزق بعد ليش لا فقال لهم إيه إذا تبون تفضلوا إلا يشوف معاهم معدات وحفر وشيول وغيرها كأنها حقة زراعة أو حقة حفر ركبوا السيارة وقالوا لا انطلق وحنا بنوصف لك المكان انطلقوا إياهم بالسيارة إلى أن أخذ ثلاثة كيلو مترات بعيد عن المكان اللي أخذهم منه ومن بعدها قالوا لا وقف هنا وقف وراحوا اثنين هم هذول الرجلين وخلوا أدوات الحفر عنده في السيارة ومن بعدها جاءوا ورجعوا للسيارة ومعاهم امرأة خدرها كامل من فوق إلى تحت مباين من عندها أبدا ولا شيء ولا ظفر ركبت السيارة وراه وواحد من قدام والثاني وراه جالس يم المرة استغرب نص الليل وهذه المرة يعني جالسة وياهم وين يا ترى بيروحون وفي أطراف المدينة يعني وهو خبرة أن أطراف المدينة مكان مهجور ما في يعني خدمات ولا في أحد ساكننا هذا المكان بس وهو قال يلا أوصلهم محل ما يبونوا بعدين أنتقل إلى بيتنا وانا شيخصني في طلباتهم وبينما هو قاعد يمشي بالسيارة ينقلهم إلا يسمع صوت أنين صوت بكاء خفيف وقاعد يسترق السمع إلا يسمع صوت هذا طالع من المرأة بينما هو يمشي بالسيارة لؤي تذكر أن هذول الرجلين كانوا ملامحهم مرتبكين في غضب في وجههم والمرأة هذه يعني طالع من صوتها بكاء أنين وحزن وغير هذا الشيء أدوات الحفر فقاعد يربط هذه الأمور كلها مع بعض ومن ثم قال لا أنا رايح وطي رايح وطي هذولا بيسوون بيرتكبون جناية أو حادثة وأنا بوصلهم إلى هذا المكان وأكيد الجناية أو الحادثة حق هذه البنت قاعد هنا يفرها في دماغه وقرر هنا يسوي خطة جهنمية في هذول الأشخاص الثانين شنو سوا قام وافتعل خطأ بالسيارة وكأن السيارة ما تشتغل وقف السيارة هنا وقال لهم لحظة السيارة هنقت علينا أو يعني اختربت شوي راح أصلحها وارجع لكم فقاعد يخبص بعد ما فتح الكبوت أو صندوق السيارة قاعد يسوي حالة أن يعني يصلح المعدات من داخل السيارة ومن ثم قال لهم ما في حل إلا أنكم تدفوني بالسيارة عشان يلا يلا تشتغل هذه السيارة ونقلكم إلى مكانكم اللي تابونا فعلا نزلوا هذول الرجلين وبقت المرة قاعدة وراء قاموا يدفون يدفون السيارة لما يلا ادعس بالبنزين وطير وهج بهذه البنت إلى مكان بعيد لما هذول الرجلين ما قدروا أصلا يلحقونه حاولوا يركضون لكن الظلام دامس ما قدروا يأخذون أوصاف السيارة ولا حتى لوحة السيارة وهو ركض بالسيارة فرير ما عرف وين يودي هذه البنت وهي تصيح ولا نفس ولا كلمة اتكلمت وياها قاعد يسألها يا بنت الناس تبيني أخدمك شنو فيك ولا تكلمت لا ولا بكلمة من بعدها رجع فيها إلى البيت وقال للقصة كلها الأمة ومن بعدها قامت الأم ونزلت البنت من السيارة قالت لها طمئني أنت في الحفظ والصون وبما أن ولدي جابك معناها أنت في مكان آمن انزل يا بنتي وحالك من حال بنتي اللي ما جابها بطني نزلت البنت وقعدت هنا شوي شوي خايفة يوم يومين ثلاثة مراضية تتكلم بقصتها ولا راضية تتكلم من هذول الشخصين اللي معاها قال لها ولدها يما خليها في حالها لا تضغطين عليها بعدين هي يعني تستوحش منها تخاف وتقلق خليها فعلا قامت هنا البنت شوي شوي تستأمن وترتاح على البيت هذا وخاصة مع الأم الطيبة الحنونة وقامت شوي شوي تخدم معاها وتساعدها في الغسيل والكنس والطبخ بينما هذا الولد لؤي يطلع بالسيارة من الصباح ويجي إلى نهاية الليل تعبان ومنهك يشوف الغدى جاهز ويشوف الترتيبات والتنظيف وأيضا ارتاح قلبه لما شاف أن هذه البنت يعني بخدرها واضح أنها طالعة من بيت متزم بيت ملتزم بيت كل دين طاعة الرحمن وأيضا شاف فيها بر الوالدين لأنها بره بأمه وكذلك تخدمها بعيونها ما عمرها تأزمت ما عمرها الضايقت ما عمرها أصلا أففت أو سوت حاجة أغضبت أمه بعد ثلاثة شهور قال يمه أبيك تجمعيني بهذه البنت وأنا عارف لو بكلمها الوحدي أكيد راح يعني تخاف مني كن أني أنا رجل وفي زمن السبعينات كان صعب المرأة تتكلم مع أي رجل فقال لها جمعيها وياي أبي أقول لها كلام جدا مهم جمعة الأم وياها قال لها اسمعي أنا عرفت اسمك من أمي أنت اسمك كفاح الله يستر عليك يا كفاح أنت واضح أنك طالعة من مشكلة مع هذول الولدين إذا تبين تقولين قصتك تمام إذا ما تبين تقولي قصتك مو مشكلة أنا ما بي أجبرك ولا بي أضغط عليك أنا صراحة من جبتك ما شفت من عندك إلاك الخير تبين أوديك الأهلك أوديك تبين أتزوجك أو إذا تبين ترفضين بقعدك هنا عند أمي لكن لأن الناس هنا تكثر الكلام حوالي البنت هذه موجودة في بيت غريب عايشة مع رجل غريب فأنا ما بي الكلام يوصل لك بعدين تنجرحين منه إذا تبين تقيمين معانا أطول مدة ممكنة إذا لابد أن نحن نتزوج وأنا أستر عليك وإنتي بعد تسترين على نفسك الناس ما تتكلم تقول كلام رايح جاي في حقك شنو قلت يا كفاح قامت هنا كفاح خندست راسها وقالت أنا ما شفت منكم لك الخير وأنا صراحة انعجبت فيك لما ساعدتني ولما احترمت رغبتي أني ما بي أتكلم وأنا ما بي أرجع الأهلي ولا تديرتي نهائيا وبما أنك عرضت علي الزواج أنا أموافقة على الزواج منك فهنا فرحت الأم وفعلا تماما والزواج وسوى لهم فرح كبير وفعلا تزوجت كفاح من لؤي في خلال هالسنوات سنة وراء سنة كانت حياتهم عال العال ما شاف منها لؤي إلا كل خير استمر الزواج خمس سنوات جابت خلاله أربع عيال اللي هي كفاح وفي يوم من الأيام جاي لؤي من الشغل إلا يشوف كفاح تصيح وقال لها شنو فيك تبين أشيء لعيال عنك أطلعهم برا بالسيارة ناخذ جولة قالت لا لا أنا زهقانة ونفسيتي تعبانة قال لها شنو فيك طيب شنو اللي مضايق لك يا كفاح أنا من أول ما تزوجتك ما عمري شفتك تصيحين هذا الصياح قالت لها حنيت الأهلي حنيت الديرتي اشتقت لهم قال لها إذا نشوفي أنا من أخذتك والله إني ما أدري عن قصتك قولي لي شنو قصتك شنو مشكلتك قالت لا بصراحة قصتي صارت مع أهلي قصت للقصة قالت لا أنا أبيك بس تصدقني إذا تكلمت راح تصدقني قال لها يعني أنا أخذتك وأنا الحين أشهد أنك من بيت متزن مستحيل ما أصدقك قالت لا أنا الله عطاني الحكمة الله خلاني أطلع من بيت يعني جدا ملتزم وأبوي كان شيخ عشيرة وكان له كلمته وكان أي شيء يقوله يمشي على القرية اللي أنا طالعة منها يعني له صيته وله مركزه أبوها الله سبحانه وتعالى عاطنها من الجمال الشي الكبير رايحين إهي مع ربعها يتنزهون في البار ويأخذون من البير اللي موجود قريب من حارتهم هذه البنت كفاح عندها صديقات يحبونها ويعزونها ويحترمونها في المقابل عندها صديقات برضو يحبونها لكن يضمرون داخلهم في قلبهم الغيرة والحسد والحقد على كفاح ليش إن رب العالمين كل شيء يعاطنها وكل شيء يعني موفرة لها من جمال من صيت من مركز من أخلاق من ذرابة من كل شيء وهم عندهم نقص فبالتالي يعني ينتظرون عليها الزلة مشوا في ذاك اليوم وكانوا يعني ناس كثيرين من النسوان في ذاك البير إلا جرت جال وجلس يأشر على مين على هذه البنت اللي هي كفاح راحت له وقعد يتكلموا إياها جاو هذول البنات الغيرات الحسودات وشافوها وراحوا لأهاليهم وقالوا هذي البنت لها علاقة مع هذا الرجل وشفناها تسويه كذا وتفعل كذا وكل يوم كذا وضافوا لبهارات الزيادة من إنها على علاقة وياه وإنها كم مرة يشوفونها تجري معاه وتروح مكان بعيد وصل هذا الكلام للرجال وقاموا بالرجال يتناقلونه ووصلوا إلى أخوان هذي البنت كفاح أخوانها رواعي شيمة رواعي فزعة غيورين على أختهم وقاموا ووصلوا الكلام إلى الأب على إن هذه البنت يعني سوت المحرمات مع هذا الرجل الشرف في زمن السبعينات ولا زال إلى اليوم لكن ما فيه أي كلام ولا أي حوار ولا تفاهم ولا نقاش في هذه المواضيع لأب بن جن فقام وضرب بنته ومنعها من الطلعة ومن بعدها انتشر خبرها عند الحارة وعند الجيران باللي سوته مع هذا الجار وهي أصلا لا سوت حاجة ولا فعلت شيء هذا الرجل جاي وبس يبي مكان معين بيت الفلان الفلاني وقامت إيهي راحت لما أشر لها وصفت لها فقط وراح في حال سبيلة هذا اللي صار في ذاك اليوم كله بالتمام الكمال لكن الأب ما استمع لها وقال العيالة خلاص جال يوم الموعود إن احنا نتخلص من هذه البنت الأم حزنت وبكت وقامت تأخذ التراب على راسها وتصفع على جسدها وصدقوني بنتي شريفة وبنتي وبنتي لكن ما فيه أول ما فيه مستشفيات تكشف على البنات وغيرها المهم أخذوا البنت أخوانها نص الليل وأشروا على أقرب سيارة كان من نصيبها هذه البنت لأنها شريفة عفيفة ولأنها مظلومة جاب لها في هذا المكان لؤي أخذها لؤي وأنقذها من أخوينها ووداها إلى بيتها ومن بعدها تزواجها وجاب العيال فقامت تصيح وقالت عبي أروح لها لي قال لها اسمعي مسألة أنك تروحين دج بشكل يعني مفاجئ وصادم ممكن أنهم يذبحوك مرة ثانية بما أني أنا زوجك وبما أني ولي أمرك والحين خلاص يعني أخذ للأمر سنين طويلة خمس سنوات ماهي لاه السنة ولا سنتين خليني أنا أروح واتفاهم وياهم ولعل في خيرة وفعلا راح وسأل عن بيت الشيخ الفلاني 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 عنده اسمه بالكامل في هذه القرية أكيد يعني هذا الشيخ معروف وله صيته وله سمعته وشيخ قبيلة كان فاتح هذا الرجل مجلسه وكان جايين في صدر المجلس رجال كثار طلب أنه يقابل الشيخ وراح للشيخ واستقبل الشيخ مع الرجال اللي موجودين وجلسه في المجلس وبينما هو يطالع في اللي موجودين اتفاجأ أنه شاف نفس الرجلين اللي كانوا وياه في ذيك الليلة اللي أخذهم ومعاهم أدوات الحفر معاهم أيضا كفاح فعرف أنهم هذول الثنين أخوان كفاح لكن أهم هالثنين ما عرفوا هذا الرجل خلاص مضت سنين قاعد ينتظر اللي جاي يشتكي اللي جاي يعرض معروض يبي فلوس واللي يبي يفصل بين قبيلته وقبيلته الثانية يعني مشاكل وهو الشيخ حلها لما بعدها جا دورك يا لؤي قال للشيخ تفضل عندك شي تبي تقوله انت شكلك غريب عن هذه القرية قال لهم إي والله أنا غريب وانا جاي عندي كلام مهم قدام الجماعة بس أنا جاي أبي حمايتك وبيأخذ الأمن والأمان من عندك قبل الكلام اللي راح أقوله لك قام يطالع الشيخ قال له خلاص قول ولك الأمان وانت جاي بهذه اللحية أشر على لحيته اللي هو الشيخ واللحية مملوئة بالبياض وهذا شي كبير وعظيم عند العرب في زمن أول فقال له بنتك عندي أنا ذاك اليوم أخذت رجلين كانوا معاهم أدوات حفر الرجلين هذولا أهم هذولا الثنين فأشر عليهم هذولا الثنين عرفاء وقاموا يابون يذبحون قال لهم الشيخ حيلكم أنا عطيتها الأمن مستحيلة تراجع عنها جلسة وعيالة وقال البنت أخذتها صحيح وطرت فيها بالسيارة ووصلتها لبيت ومن بعدها قعدت البنت ما تكلمت إلا بعد أيام قليلة ما شفت منها لك الخير تزوجتها وفعلا البنت شريفة وعثيفة بنت بنوت وما عليها أي غبار وهذا الرجل اللي جاها أنتوا ما سمعتوها لكن أنا الغريب سمعتها وصدقتها فعلا هذا الغريب يبي يعرف مكان عنوان رجل معين وأشرت لأهي لكن في ناس حاقدين ووصف لهم القصة بالتفصيل الممن قام هنا الشيخ ونكس راسه قدام مجموعة الرجال وقام يصيح ويبكي قال وين بنتي ما ماتت يعني قال لا والله ما ماتت بنتك موجودة في الحفظ والصون وجابت أربع عيال والحين إيهي عندي وشريفة وعثيفة ولا عليها أي غبار ولا أرض أي أحد يمس كرامتها ولا يمس سمعتها بأي كلمة قاموا هنا الرجال كلهم اللي في صدر المجلس قال والله أكبر الله نصر هذه البنت الحمد لله ورايتك بيضة واصفح عنها يا شيخ والكل قعد يعني يترجى الشيخ إن يصفح عنها فهنا قام الشيخ وقال جيب البنت أمها بتموت إذا ما شافتها اليوم قبل بكرة فقام هنا لؤي ورجع للبيت كد البنت كفاح حاطة يدها على خدها وقعدة ترتجف تنتفض خايفة شنو اللي راح يصير إذا قابل زوجها أبوها خصوصا مثل ما قلنا أبوها يعني شيخ وجدا شديد أول ما جالوا أي قابلها وهو وجها مبتسم ويهلل ويستبشر وقال يلا جهزي أغراضك واغراض العيال وباخذ أمي ويانا بعد وبنروح بنخطبك مرة ثانية من أهلك ومن عشيرتك راح يحتفلون فيك وفعلا أخذها وراحوا وهناك ذبحة وإذة بايح واحتفلوا فيها ولو تشوفون إشلون البنت قابلت الأم كانت أم كفاح شوية وتموت من هول المفاجأة المفرحة لمت بنتها وحضنتها واخذت عيالها وبكات عليهم بكات شديد وفي هذه الأثناء حلف الشيخ إنهم ما يطلعون من الديرة وراح كفاية خلاص سنوات الحرمانة اللي مضت وراح اشترى لهم بيت يم بيتهم وفعلا سكنوا فيه في هذه الأثناء فعلا تذكرون الشيخ اللي اشترط على هذا الرجل لؤي إنه يتصرف في المحفظة استدعى هذا الرجل لؤي ولما جاء قال له عرفنا بعد هالسنوات الطويلة أيضا مين اللي ضعت عليه المحفظة اتاريه تاجر كبير في الأقمشة وكان هذا التاجر فعلا رايح السوق ما اخذ بضاعة ومن بعدها ضاعت عليه المحفظة وفعلا احنا قلنا اخذ المبلغ وتصرف فيه بعدها رجع المبلغ هذا الرجل اللي هو لؤي لكن رفض ياخذ المبلغ وقال له لأنك أمين ولأنك رجعت المحفظة وناديت في السوق بعطيك محل كبير تديرى لي وتاخذ الأرباح منه بس كل ما اشتغلت فيه أكثر كل ما ربحت انت وشغلك وجهدك وعطاه محل كبير في وسط الحارة وهذا المحل حق الأقمشة يديره اللي هو لؤي لؤي ربح كثير من هذا المحل وقام يفتح فروع كثيرة من فرع إلى فرعين إلى ثلاثة إلى أن صار تاجر أقمشة عياله كبروا وامتهنوا هذه المهنة وصاروا أيضا تجار أقمشة وصار له سمعته واسمه جدا جدا معروف في العراق هذا الرجل إلى يومكم هذا شفتوا الأمانة وشفتوا اللي ساعد إنسان مظلوم وين الله يوديه أي منزلة الله يحطه سبحان الله كفاح ما كانت تدري إن الظلم اللي وقع عليها يوم من الأيام رح تنتصر فيه الحمد لله إن جاء اليوم الموعود وكانت في عزتها والكل عرف هناك في هذه القرية لما رجعت لها بعد ما طلعت منها ذليلة ومكسورة في نص الليل رجعت لقريتها في وضح النهار كرامتها وبالتباشير والتهاليل وكذلك في العطايا والمطايا والهدايا اللي حصلتها من أهلها هذه نهاية قصتنا لليوم أنتظر تعليقاتكم على الفيديو ترجمة نانسي قنقر